ومعنا من واشنطن الناشط السوري قصاي زكريا الذي حضر جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص استخدام غازل كلور في سوريا سيد قصاي وصفت الجلسة بأنها كانت مشجعة، ما الذي دار فيها؟ مساء الخير لك والاجتماعات المشاهدين طبعا الجلسة اجت بعد جهود طويلة كثير مع عضاء مجلس الأمن وخصوصا مع البعثة الأمريكية التي قامت بتنظيم هذا الاجتماع عم نقول مشجعة لأنه ممكن هي أول مرة بتاريخ المجلس بيسترمعوا لشهادات من ناجين وأطباء عالجوا هجمات كيماوية كان الحديث من أعضاء المجلس بعد الشهادات التي قدمناها عن المحاسبة وضرورة إيجاد آلية لمحاسبة مرتكبين جرائم الحرب في سوريا نحن تعودنا مجلس الأمن دائما على خيبات الأمل الملف السوري كان هو نقطة صودة في تاريخ مجلس الأمن بس نحن دائما تعلمنا كمان بنفس الوقت أنه كل العالم بدنا نستسلم ونبطل محاولات مبارح كانت محاولة وخلينا نقول صفحة حي سجلت تاريخ باسم الشعب السوري في سجلات مجلس الأمن اللي ما حقدر ينكر بأي لحظة من اللحظات أنه ما كان عنده معلومات كافية أو أدلة لأثبات الهجمات ومسؤولية النظام بشكل مباشر عنها بالإضافة إلى الدموع التي غرورقت فيها عيون بعض المندوبين كما حدثتنا وسائل الإعلام اليوم ووعود ربما بالمحاسبة ماذا تأملون؟ هل قالت لكم السفيرة ساماثة باور وأنت تعرفها شخصيا سيد قصي هل وعدتكم بإجراءات ما بمحاسبة هؤلاء المرتكبين؟ طبعا أنا أعرف بشكل شخصي أنه في كثير من أعضاء مجلس الأمن عم يحاولوا من بداية السورة إيجاد طرق لمساعدة الشعب السوري وكان دائما العائق في مجلس الأمن هو الفيتو الروسي والصيني طبعا اللي استخدم لي أربع مرات في الملف السوري في عائق تاني أنا برأيه وهذا العائق الأهم هو إرادة الرئيس باراك أوباما لمساعدة الشعب السوري هذه الإرادة أبدا معنا موجودة عنده لأنه كلنا نعرف أن الولايات المتحدة وقت تريد تعمل شغلة بتعملها من المجلس الأمن أو من خارج مجلس الأمن ما في داعي نذكر أمثلة الأمثلة كبيرة أنا إن شاء الله متأمل أنه بس لا يروح أوباما من البيت الأبيض أو يجي أي رئيس بعده إن كان جمهوري أو ديمقراطي نقدر نحرك الجهود الدولية لمساعدة الشعب السوري لأنه بالنهاية أمريكا هي القوة العظمى في العالم وهذا الحمد لله يعني دائما شيء أحسن من ولا شيء وعطين نصف إيد مساعدة للشعب السوري بعد كيف نقدر نحصل شيء أكبر قصايب باختصار ماذا كان ردفع المندوبين روسيا والصين إذا حضراء الجلسة؟ المندوبين الرئيسين ما أجوا بعتوا الدابوتي يعني المساعد تبعون الاثنين هييمكن لأول مرة بتصير أنه ما حاولوا ينكروا أو يحكوا أي كلام ضد الشهادات التي قدمناها الكلام كان بمجمله عن محاولات الحكومة الروسية والحكومة الصينية لمساعدة الشعب السوري وعن غضب الحكومتين من هذه الصور والشهادات التي قدمناها يمكن ردة الفعل كانت لأنها جلسة مغلقة ويمكن كمان فينا نقول أن التغيرات اللي عم تصير بالأرض اللي عم تصير بالمنطقة وعلى رأس عاصفة الحزم حتى تغير كثير شغلات في الملف السوري وإن شاء الله بالنهاية أولا وأخيرا إحنا أملنا بأله قبل ما يكون بعبد الله شكرا لك قصاي زكريا في واشطن شكرا